أحبائي جاء يسوع المسيح في مل الزمان ولد يسوع المسيح هذه الولادة ولادة متميزة ولادة فريدة من نوعها لا يوجد لها مثيل آدم الله خلقه لكن المسيح كما نقول في قانون الإيمان المسيحي مولود غير مخلوق فجاء المسيح أولا لتتميم النبوات نبوات العهد القديم أنه سيأتي من نسل إبراهيم وإسحاق ويعقوب وأنه سيأتي من صبت يهوذة وأنه سيأتي من عائلة يسة من بيت داود وأنه سيدعى ابن داود وأنه سيكون المسيح الملك المخلص وتنبأ أيضا عن مكان الولادي في بيت لحم وتنبأ عن طبيعة المسيح يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام وأن هذه الولادة فريدة من نوعها مش بس لتتميم نبوات عديدة في شخص المسيح لكنها فريدة لأن المسيح لا مثيل له ولد من القديسة مريم العذراء كما قالت للملاك كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا قال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله ولد يسوع المسيح لتتميم النبوات ولد يسوع المسيح ولادة عذراوية لم تعرف رجلا وهذه الولادة مهمة جدا لأن المسيح جاء من فوق حبل به من الروح القدس كما قال عنه يحن المعمدان الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع ثم جاء المسيح الوحيد اللي بلا خطية خالة من كل عيب لم يتورث الطبيعة الخطاءة لأنه ولد من عذراء فلم يتورث الطبيعة الخطاءة فإذن هو الكامل حتى يقوم بالفداء الكامل لأنه حمل الله بلا عيب ولا دنس يستطيع أن يرضي العدالة الإلهية ويستطيع أن يكفر عن خطايا البشرية أجمعين على كل العصور والأزمان ولأنه فريد هو إله كامل وإنسان كامل حتى يكون عنده الكفاءة أن يكون المخلص وأنه فعلا يفتدي الإنسان لكن كيف نثبت كل هذا القيامة قيامة يسوع المسيح تعطي المصداقية وتعطي الشرعية أن كل ما فعل يسوع المسيح تم بالحقيقة وأن المسيح قام من الأموات هزم الموت وهو حي إلى أبد الآبدين يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص مكتوب ليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر